بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الطلاب أسعد الله جميع وقاتكم بالخيرات وأهلا بكم معنا في مقرر التربية البدنية والدفاع على النفس للصف الثالث الابتدائي وإن شاء الله ننطلق في مهارات التربية البدنية والدفاع على النفس لهذه المرحلة و لهذا الصف بمهارات بإذن الله سبحانه وتعالى تعتبر أساسية حركية أساسية ما سيمر علينا إن شاء الله في السنوات القادمة من مهارات في الصف المتقدمة الصف الرابعة الصف الخامس الصف السادس نحرص أبناء الطلاب على أن نتقن هذه المهارات الحركية في هذه المرحلة لأنها إن شاء الله سبحانه وتعالى مستقبلا تساعدنا في إتقان ما سوف يمر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى من مهارات مهارتنا الأولى ودرسنا الأول أيضا بطريقة نقسم هذا الدرس إلى ثلاثة جزاء على ثلاثة دروس بإذن الله سبحانه وتعالى فينات ثلاثة دروس نصل إلى مستوى إتقان نكون راضين عنه بإذن الله سبحانه وتعالى الانزلاق بطريقة صحيحة في اتجاهي الخلف والجانب هذه مهارتنا الآن ابناء الطلاب كما اعتدنا أو نذكر بعضنا بمتطلبات ممارسة النشاط البدني للنشاط البدني حتى نستطيع أن نمارس النشاط البدني بكفاءة وبطريقة صحيحة وسليمة وصحية لا بد أن نحرص على هذه المتطلبات ابناء الطلاب حتى لا نرهق أو نتعرض لا سمح الله سبحانه وتعالى للإصابة الراحة الكافية أخذ راحة كافية للجسد النوم مبكر تهيئ أجسامنا لممارسة الانشاطة البدنية أيضا التغذية السليمة نحرص على أن يكون غذائنا سليم وصحي متكامل اللباس الرياضي المناسب لأجسامنا المناسب لأجسامنا المناسب لأجسامنا التي سوف نمارسها بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا متطلب مهم المكان المناسب والآمن مناسب لممارسة الانشاطة البدنية أيضا آمن أبناء الطلاب علينا أثناء ممارسة الانشاطة البدنية كذلك الإحماء المناسب لممارستنا لأي مهارة أو نشاط بدني نرغب في ممارسته أيضا يا أبناء الطلاب لا ننسى شرب الماء قبل وأثناء وبعد ممارستنا للانشاطة البدنية لتعويض بقدان السوائل الذي يحصل عن طريق التعرق أثناء ممارستنا للانشاطة البدنية ننطلق مع بعض أبنائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم وبداية الانطلاق بإذن الله سبحانه وتعالى مع تمرينات الإحماة وتمريننا الأول أبنائي الطلاب كما اعتدنا مع بعض الجري في المكان نستعد مع بعض ونبدأ نجري في المكان نحرص أبنائي الطلاب أن يكون هذا عادة لدينا أثناء ممارسة للنشطة الدنيا أيضا في مرحلة التعليم عن بعد هي فرصة أيضا لتجديد النشاط فترة الجلوس أمام الأجهزة تكون طويلة وبالتالي نحرص على أن نمارس مثل هذه الإحماءات لتجديد أنشاطنا البدني نستعد وننطلق مع بعض أبنائي الطلاب في عملية الإحماة يلا مع بعض نستعد نبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نكرر مرة ثانية يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كمان مرة يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية آخر مرة يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة قف يعطيكم العافية أبطال ما يعطيكم الآن ما قصرتم ننتقل مع بعض للتمرين الآخر وهو منوضع الذراعين في وسط الجسم أيضا نضغط الهاتة اليمين أربع عدات نعود نضغط جهة اليسار أربع عدات نحرص دائما على أن تصل العضلات في الجانب المعاكس للضغط إلى مدى معين نستطيع نجهز العضلة لأداء التمرين أبطال زي ما شاهدين في الصورة اللي أمامكم مع بعض نستعد واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاث أربع إسار ثنين ثلاث أربع امين اثنين ثلاث أرب واحد اثنين ثلاث أرب امين اثنين ثلاث أرب احسن اثنين ثلاث أرب واحد اثنين ثلاث أرب واحد اثنين ثلاث أرب احسن اثنين ثلاث أرب واحد اثنين ثلاث أرب نضغط اثنين ثلاث أرب واحد ثنين ثلاث أرب واحد ثنين ثلاث أرب آخر مرة جماعة قف يعطيكم العافية أبطال ما قصرتهم أيضا ننتقل الآن للتمرين الثالث نوضع الذراعين ومصدر بهذا الشكل نحرص دائما تكون الذراع على مستوى الكتف نضغط أمام الجسم أربع عدات نفرد الذراعين ونضغط خلفا أربع مرات تمرين استعد ابتدي واحد ثنين ثلاث أرب مد ثنين ثلاث أرب واحد ثنين ثلاث أرب ثني ثنين ثلاث أرب مد ثنين ثلاث أرب أحسن ثنين ثلاث أرب واحد ثنين ثلاث أرب ثني ثنين ثلاث أرب أحسن ثنين ثلاث أرب 1-2-3-4 مد 2-3-4 2-2-3-4 1-2-3-4 2-2-3-4 أحسن 2-3-4 1-2-3-4 آخر مرة جماعة قف ممتازين أبطال يعطيكم العافية ما قسرته تمريننا أيضا بهذا الشكل لبناء الطلاب نرفع الذراعين عاليا نحرس يكون هنا استقامة كاملة في الذراع الحركة تكون من مفصل الكتف نضغط خلفا أربع مرات ثم ننزل ونضغط أسفل أربع مرات تمرين استعد ابتدي 1-2-3-4 1-2-3-4 فوق 2-3-4 نضغط 2-3-4 أحسن 2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 أحسن 2-3-4 اضغط 2-3-4 فوق 2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 أحسن 2-3-4 1-2-3-4 آخر مرة جماعة قف يعطيكم العافية أبطال ومتازين أبناء الطلاب نحرص دائما تكون التمرينات متناسبة مع نشاطنا البدني بمعنى أن نصل إلى مستوى معين من إطالة في العضلة أو من أداة تمرين معين لنتفق عليه حتى يستفيد الجسم أيضا لا ينتعرض للإصابة أثناء ممارسة النشاط البدني الآن ننتقل إلى تمرينات الإطالة بناء الطلاب تمرينا الأول بهذا الشكل نرفع ذراعي للأعلى نضغط جهات اليمين 8 عدات ثم نعود ونضغط جهات الإسار 8 عدات تمري استعد ابتدي 1-2-3-4 إسار 2-3-4 1-2-3-4 إسار 2-3-4 أحسن 1-2-3-4 1-2-3-4 إسار 2-3-4 1-2-3-4 أحسنتم يا أبطال تمرينا الآخر نفتح القدمين فتحة مناسبة نضع الذراعين جانبا ثم ننزل بالذراعين مع بعض جهة اليمين ونثبت ثمان عدات ثم جهة الإسار ونثبت ثمان عدات تمرينا أبطال ابتدي 1-2-3-4-5-6-7-8 الإسار 1-2-3-4-5-6-7-8 يمين 1-2-3-4-5-6-7-8 يسار 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 قف امتازيني أبطال يأتيكم العافية أيضا نقف قدمين متقاطعة قدم أمام الأخرى ثم ننزل ونثبت ثمان عدات ونعود ونكرر التمرين هذا أكثر من مرة نحرص دائما لابناء الطلاب يكون هناك استقامة كاملة في مفصل الركبة أيضا تصل العضلة الخلفية للفاخذ العضلة الخلفية للساق عضلات الجذع من الخلف إلى إطالة مناسبة لأدات التمرينات البدن أو النشاط البدن بهذا الشكل ابناء الطلاب نستعد ننزل مع بعض 1-2-3-4-5-6-7-8 نكرر مرة ثانية أبطال 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 آخر مرة يا أبطال 1-2-3-4-5-6-7-8 ممتازين يا أبطال أعطيكم العافية ننتقل ابناء الطلاب إلى مهارتنا الأفسية اليوم وهي الإنسلاق بطريقة صحيحة في اتجاه الجانبين والخلف أهدافنا يا ابناء في الوحدة كاملة الوحدة الأولى لنا أهداف وأيضا لكل درس أهداف خاصة فيه من ضمن الأهداف ابناء هدف معرفي وهدف حركي وهدف وجداني الهدف المعرفي ابناء الطلاب تنمية القدرة على التصور الذهني للحركة ماذا نعني بهذا الكلام؟ لابد أن يكون عندنا تصور ذهني للمهار اللي راح نطبقه التصور الذهني هذا يعطينا القدرة على أداء المهار بشكل سليم أيضا يعطينا القدرة على الاحتفاظ بالصورة الأداء الصحيحة حتى نستفيد منه في تطبيق مهارات أخرى في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا هدف حركي ابناء الطلاب وهو الانزلاق بطريقة صحيحة اتجاه الجانب والخلف هدفنا الوجداني ابناء الطلاب تقدير قيمة الصبر الصبر شيء مهم جدا في جميع جوانب حياتنا في أنشطتنا البدنية مهم أيضا في جميع جوانب حياتنا مهم لا بد أن يكون عندنا الصبر وتحمل إعداء أعمالنا وإنجاز مهامنا سواء كانت اليومية الحياتية أو مهامنا البدنية لا بد أن يكون لدينا صبر حتى نحقق أهدافنا من أدائنا أو نشاطنا اللي نمارسه بندخل إلى المهارة ابناء الطلاب لكن قبلها نتعرف على ما هو التصور الحركي اللي احنا ذكر أنه من أحد أهداف الوحدة التصور الحركي هو تكويض صورة ذهنية يعني شفنا مهارة وشفنا طريقتها الصحيحة نختفض بهذه الصورة في أذهاننا حتى إيش نستطيع مستقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نسترجع هذا التصور مما يساعدنا على أداء المهارة بطريقة صحيحة وأيضا أداء المهارات المستقبلية أو المهارات التي ستمر علينا إن شاء الله في صفوف أخرى بطريقة صحيحة وسليم تكوين صورة ذهنية للحركة التي يتم رؤيتها وحفظ هذه الصورة في الذاكرة والتي يمكن استرجاعها في وقت لاحق والاستفادة منها في إعادة أداء المهارة الحركية بطريقة صحيحة ويعتبر التصور الحركي بناء الطلاب عاملا أساسيا في تنمية المهارة الحركية وتطويرها أيضا تحسين مستوى الأداء يساعد تصور الحركة بناء الطلاب في تكوين مستوى حركية جيدة استرجاع الخبرات السابقة للاستفادة منها في المواقف المستقبلية الاحتفاظ بصورة للأداء الصحيح احتفاظ بصورة في الذهن للطريقة الصحيحة للأداء حتى إيش تساعدنا مستقبلا إن شاء الله في أداء مهارات أخرى تثبيت الأداء الصحيح عند التطابق مع تصور المختزم في الذاكرة أيضا تساعدنا أو يساعدنا تصور الحركة في زيادة الثقة بالنفس والدافعية وأداء المهارات الحركية نتعرف الآن ابناء الطلاب على مهارتنا الأساسية لهذا الدرس وهي الانزلاق بطريقة صحيحة في اتجاه الجانبي والخلف هو عبارة عن خطوة طويلة وأخرى قصيرة تؤدى في اتجاه جانبي أو للخلف وتكون الخطوة الأولى طويلة الخطوة الأولى طويلة بعدها خطوة قصيرة فالارتقاء لرفع الجسم على الهواء ارتقاء لرفع الجسم على الهواء وتستمر القدم نفسها نحن متجهي للإسار تستمر قدم الإسار تقود الحركة إذا متجهي للجهة اليمين تستمر القدم اليمين تقود الحركة يعني ما تنتقل القدم الأخرى لقيادة الحركة لا تستمر نفس القدم في نفس الاتجاه أيضا إذا كنا للخلف وبدعنا بالرجل اليمين تستمر الرجل اليمين في قيادة الحركة الخلف أيضا إذا بدعنا باليسار تستمر أيضاً اليسار في قيادة الحركة الخلف تستمر القدم نفسها في قيادة الحركة في الاتجاه المطلوب أيضاً نقطة مهمة تهبط القدم المعاكسة إذا كنا في الاتجاه اليسار تستمر القدم اليسار في قيادة الحركة إذن القدم المعاكسة لاتجاه الحركة وهي القدم اليمين تهبط دائماً في مكان الرجل اليسر لكن لا تكون بطريقة متتابعة لا تصدم قديماً ببعض حتى لا تعمل لنا أي عاق ونسقط إذن في المرحلة التي تصل فيها القدم اليمنى إلى مكان القدم اليسار نقوم بعملية الارتقال الأعلى الارتقال الذي تستمر القدم اليسار في قيادة الحركة تهبط القدم المعاكسة على الأرض وهي في اتجاه الانزلاق في المكان نفسه الذي تنزل فيه هي القدم الأمامية التي تقود الحركة عندنا اتجاهين للانزلاق الانزلاق للجانبين والانزلاق للخلف الانزلاق للجانبين بهذا الشكل في الصورة التي تشاهدونها أمامكم هذا في الرقم واحد يبدأ الاتجاه القيادة الحركة تكون للقدم اليمنى قيادة الحركة تكون قدم اليمنى خطوة طويلة في البداية يتبع خطوة قصيرة بالقدم الأخرى الذي يلقيش القدم اليسار يتبع خطوة قصيرة إذن تهبط القدم اليسرى المعاكسة لاتجاه الحركة مكان القدم اليمنى التي تقود الحركة لكن في اللحظة هذه يا ابنائي في اللحظة هذه لا بد أن يكون هناك ارتقاب الجسم للأعلى اللي هو الوثب للأعلى حتى تستمر أملية الحركة وتستمر بهذا الشكل أيضا عندنا الانزلاق الخلف وهو بهذا الشكل نأخذ خطوة طويلة مثلا بالقدم اليمنى خطوة طويلة للخلف بالقدم اليمنى ثم نبدأ في نقل القدم اليسرى خطوة أقصر من الخطوة الأولى اللي يلقى بالقدم اليمنى ومع هذه الخطوة يتم عملية ارتقاء تستمر القدم في قيادة الحركة أبناء الطلاب نختم جزءنا الأول من مهارتنا لهذا اليوم الانزلاق بطريقة صحيحة في اتجاه الخلف والجانب بمراجعة بسيطة من خلال هذه المراجعة وسؤال بسيط من خلال هذا السؤال نسترجع ما مر علينا من معارف خلال سيرنا في الدرس يا أبناء الطلاب سؤالنا يا أبناء الطلاب سؤال بسيط وسهل وذكرناه إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق أو في خلال هذا الدرس بإذن الله ما هو الانزلاق بطريقة صحيحة في اتجاهي الخلف والجانب نحن اتفقنا يا أبناء الطلاب أن الانزلاق لدينا في اتجاهي للجانبين وإيش؟ وللخلف لكن هناك طريقة صحيحة أداة فني صحيحة يجعلنا نأدي هذه المهارة بطريقة صحيحة ما هي هذا أو ما هو الانزلاق بالطريقة صحية نستذكر مع بعض طيب أبناء الطلاب هو عبارة عن خطوة طويلة بالقدم التي تقود الحركة إذا كنا مثلاً في اتجاه اليسار الخطوة الطويلة تكون بالقدم اليسار ثم يتبعها خطوة قصيرة بالقدم اليمين إذاً خطوة طويلة بالقدم اليسار ثم يتبعها خطوة طويلة بالقدم اليمين القدم اللي ميت فقنا يا ابنائي الطلاب أنا تهبط في نفس المكان اللي تكون فيه القدم اليسار لكن ما تصدم بالقدم اليسار تستمر نفس القدم في قيادة الحركة أيضا ما تعاكسها حتى لا نتعرض لعاقة والإصابة في المرحلة هذه أثناء هبوط القدم اليمنى وانتقال القدم اليسرى نرتفع بالجسم اللي هو الوثب الارتقاء شوف الارتقاء لرفع الجسم في الهواء ثم تستمر وش القدم اليسار في قيادة الحركة في الاتجاه المطلوب إذا كان في الاتجاه اليسار نستمر باليسار إذا في الاتجاه اليمين نستمر باليمين في قيادة الحركة أيضا في الخلف إذا بدأنا بالخطوة اليمين بالرجل اليمين في الخطوة الأولى تستمر القدم اليمين في قيادة الحركة الخلف تتفقنا يا ابنائي الطلاب أن تهبط القدم المعاكسة المعاكسة يعني لاتجاه الحركة يسار إذن المعاكسة القدم اليمين ويمين القدم المعاكسة تكون اليسار وهي في اتجاه الانزلاق في المكان نفسه الذي تنزل فيه القدم الأمامية التي تقود الحركة لكن نحرص على أن لا تصدم القدمين مع بعضها حتى لا نتعرض بناء الطلاب للإصابة نتذكر بناء الطلاب المتطلبات الأساسيات الأشياء التي يجب أن نحرص عليها دائما عند ممارستنا للأنشطة البدنية والمفروض أنها تكون عندنا عادة حتى نستطيع ممارستنا للأنشطة البدنية بكفاءة عالية أولا الرأحة والنوم المبكر أيضا تهيئة المكان مكان راح نمارس فيه لازم نهيئ نبعد من العوائق الأشياء الصلبة الممكن تعيقنا الأشياء الصلبة الممكن تسبب لنا إصابات لا أقدر الله سبحانه وتعالى لا بد أن نحرص يا أبناء الطلاب على أن يكون المكان آمن مستوي لا يوجد عوائق لا يوجد حفر حتى نستطيع ممارست النشط البدني بعيدة عن أي أذى بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا الملابس الرياضية الملابس الرياضية المناسبة مناسبة لجسامنا من ناحية المقاسات لا تكون طيقة تحد من حركة عضلاتنا أيضا لا تكون واسعة أو طويلة تبنا لعاقة من ممارسة الأشياء البدني إذن نختار أيضا نوعية المادة المصنعة منها بحيث أنها تساعدنا من تصاص العرق وتساعدنا في ممارسة النشاط البدني بشكل سليم التغذية الصحية والجيدة وأخذها بوقت كافي قبل ممارسة النشاط البدني مهم أيضا يا ابناء الطلاب أن تكون تغذيتنا صحية تكون تغذيتنا سليمة أيضا توقيتها لا بد أن تكونوا قبل ممارسة النشاط البدني بوقت كافي حتى لا تسبب لنا أثناء ممارسة النشاط البدني أي مشاكل صحية أيضا الشيء المهم الذي ركزنا عليه يقول أن نشرب قبل الممارسة أثناء ممارسة النشاط البدني أيضا الآن نقول لكم شرب الماء بعد ممارسة النشاط البدني وهو مهم جدا لتعويض فقدان السوائل اللي تحصل أثناء ممارستنا النشاط البدني عن طريق عملية التعرق أبناء الطلاب إلى أن ألتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته